اشتركوا في القناة لحوالي 30 شهر الحمد لله اتحقق النهاردة بقى حقيقة وسيادتك بتشرفنا بافتتاحه المحطة دي ان شاء الله يا فندم هتكون البوابة الرئيسية لمحاور مصر اللوجستية لخدمة التجارة العالمية سيادتك احنا اشتغلنا ابتداء من العام من مطلع هذا العام واستقبلنا 65 سفينة تدولنا حوالي 60 الف حوية منهم 30% تقريبا ترانزيت وده كان احد اهداف ان شاء المحطة انها تضع ميناء الاسكندرية على خريطة تجارة الترانزيت في شرق المتوسط والحمد لله اتحقق التشغيل التجريبي بتاعنا افدنا في 3 اتجاهات اول اتجاه ان احنا دخلنا المعدات تباعا في الخدمة تغلبنا على كافة المشاغل والمصاعب اللي بتقابل بدايات التشغيل ورفعنا معدلات ادايا الاطقم والليه ده كان هدفنا الرئيسي والحمد لله احنا بنحقق دلوقتي 22 حوية في الساعة وان شاء الله يا فندم قبل نهاية السنة الاولى من التشغيل حنتخط حاجزة 30 حوية في الساعة علشان نبقى على مصاف الشركات العالمية المحطة يا فندم بتوفر 1500 فرصة عمل مباشرة حتى الان احنا موظفين ستمية من شباب مصر من كافة التخصصات وبناء على التعاملات وزارة نال استوعبنا خمسين موظف من الشركات المتقدمة والتي تم تصفيتها بعد تأهلهم ووضحهم معنا في العمل الدول اللي فندم الحاجات الخاصة بالمحطة فقط احنا كمان تعاقدنا مع 14 شركة مصرية لتقديم خدمات لاعتماد المحطة على الخدمات المقدمة من الغير وبإذن الله برضو قبل نهاية السنة حيوصلوا لـ 25 شركة 25 شركة مصرية دول بتوفر 300 فرصة عمل مباشرة في المحطة ده سيادتك بخلاف الـ 4500 فرصة عمل اللي هتوفرها المحطة فرصة عمل غير مباشرة سيادتك مشرفنا النهاردة في مبنى الإدارة والتحكم المبنى مقام على 1200 متر مسطح الدور الأرضي للتحكم وأماكن راحة بتاعة الورديات لأننا سيادتك من شغل 24 ساعة لناس ففيه أماكن للراحة وأماكن لتغيير الملابس وهكذا والتحكم في الدخول والخروج عندنا الدور الثاني والثالث خاصين بشؤون الإدارية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والدور الثالث اللي موجود فوق إن شاء الله لسيادتك حتشرفنا فيه الآن فيه غرفة التحكم والإدارة التنفيذية للمحطة اللي بتيتمي منها تحكم في كافة أعمال وتشغيل المحطة سواء من السفن أو من الشاحنات تفضل سيادتك شرف شرف شرف